السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 إن شاء الله في هذا الفيديو سنبدأ بموضوع Single Angle Compression Members سابقاً تحدثنا عن موضوع Design و Built Up Sections والموضوع السابق الذي تحدثنا عنه هو موضوع منفصل تماماً عن ما تبقى من هذا الشابتر تمام؟ طيب تمام أيضاً هذا الموضوع الذي سنقرسه في هذا الفيديو هو موضوع منفصل عن اللي غايل أصلاً من الشابتر تمام؟ اللي هم آخر موضوعين Local and Totional Buckling آخر موضوعين رح يكون فيهم شوي الترابط أما هذا الموضوع فعلياً هو موضوع منفصل جاي لحاله تمام؟ طيب إحنا هون فعلياً رح نجي ندرس Single Angle Compression Members وفسرنا ليش لحد الآن ما درسنا ولا طرقنا لل Single Angle اللي هم ال L Sections تمام؟ حكينا إنه ال L Sections هم عبارة عن Section غير متماثلة وبالتالي في احتمالية إنه يصير عندي Excentricity لل Compression Loads اللي جاي على هاي السكشنز طيب فكيف أو شو الحلول فعلياً اللي بناءً عليها رح أقدر أحسب ال Phi C P N أو Flexural Strength بالنسبة ل L Sections حكيناك في البداية زي ما حكينا قبل شوي إنه ال L Sections هي عبارة عن Section غير متماثلة ما إلها أي محاور تماثل والكود سمالي إياها Fairly Concentrically يعني فعلياً ليس لها أي محور تماثل تمام؟ طيب تمام أيضاً قال لك بالإضافة إلى أنه يستخدم غالباً هاي السكشنز تستخدم غالباً وين؟ بالتراسس ولا تستخدم يعني بالفريمز يعني مستحيل تلاقي لك فريم بناي مثلاً عشر طوابق أي والأعمل تاعاته السكشن هذا الإشي مستحيل بتلاقيهم مثلاً I Section بتلاقيهم مثلاً C Section ممكن أما L Section هذا الإشي يعني صعب جداً ممكن وين تستخدمهم لألسكشنز ككومبريشن ميمبرز تستخدمهم بالتراسس عادة تمام؟ طيب تمام أيضاً بيحكي لك أنه صح إحنا رح نستخدمهم بالتراسس ولكن فعلياً في حالتين لتوصيل الألسكشن ككولم تمام؟ الألسكشن يوم داك تيش توصله ككولم رح تلاحظ أنه ممكن وهاي حالة نادرة نوصل الألسكشن ككل يعني الألسكشن الموجود عندي تمام؟ هذا الأل أجي ألحمه كامل مع الجهة اللي بدي أوسطه عليها تمام؟ وبالتالي في هاي الحالة الألسكشن غالباً لو بدي أستخدمه ككل بدي ألحمه يعني ككل فمعنى هذا الكلام أنه لازم يكون الألسكشن زي هي كجاي عامود تمام؟ فهو بدي يكون جاي على شكل عامود ماشي أيوة وهذا العامود فعلياً الموجود عندي يعني تقريباً هذا الألسكشن تخيلوه تمام؟ أيوة وهذا العامود الموجود عندي لازم يكون فيه عليه لودات مباشرة جاي عليه جاي على السكشن كامل بحيث ألحمه أو وصله مع الإشي اللي فوقي بشكل كامل وبالتالي هنا في هاي الحالة رح يكون آزا كولم تمام؟ زي الكولمز اللي درسناها في الحالات الماضية زي مثلاً الكولم اللي بيجي مثلاً أشكل آي سكشن أو دبريو سكشن تمام؟ ففي هاي الحالة انت رح تتعامل مع الال سكشن كما بتتعامل مع الدبريو سكشن رح أجي أروح أطلع له الف سي آر بناءً على القوانين السابقة أيوة بحيث إني رح أطلع الكي أل أوفر آر حول الواي وحول الإكس لهذا السكشن أروح أطلع كي أل أوفر آر حول الإكس كي أل أوفر آر حول الواي أشوف من المحور الأضعف اللي بيكون إلو كي أل أوفر آر أكبر وبناء على هذه الكلام رح أطلع الاف إي بعدين أطلع الاف واي على اف إي وقارن وشوف قيمة الاف سي آر وطلع الفاي سي بي نومين اللي بتساوي بوينت تسع في الف سي آر في الإيريجروس لهذا السكشن ولكن زي ما قلنا هاي الحالة نادرة جدا ومن النادر جدا استعمال الال سكشن ككولم جوا فريم فبالتالي هاي الحالة مش موجودة عندي تمام أيوة يعني صعب جدا تلاقيها وصعب جدا نستخدمها لأنه الال سكشن فعليا ما رح يشيل أحمال عالية يوم يكون كولم إن فريم تمام وإلى ممكن نحن نستخدمه ككومبرشن ممبر وين بالإتراسز طيب بالإتراسز كيف تتم آلية التوصيل بالإتراسز عادة اليوم بدك توصل ممبر مثلا أيوة مع ممبر آخر رح تيجي توصل للأل سكشن زي ما بتتذكروا بالتنشن ممبر كنا نيجي نوصله بس من جهة واحدة من الليج واحدة صح الليج الثاني تلاقيها طالع فبالتالي لو بدك تويجي تطل عليه هذا من الصايد فيو رح تيجي تشوف إنه هنا مثلا في عندها القصة بلايت أيوة وهي القصة بلايت إيش متوصل معها أل سكشن بس هذا الأل سكشن ما له بتعرض لكومبرشن لوت في هاي الحالة لاحظ إنه متوصل المرة هاي من سنجل لج تمام أو من ون لج في هاي الحالة كونه متوصل من ون لج يوم بتتيجي أحمال الكومبرشن تنتقل عن طريق هاي اللج فعليا هي رح تعملي إيش إكسنتريسيتي لأنه السنترويد لهذا السكشن وين رح يكون هون صح طيب والأحمال مركزها وين رح يكون هون في مركز هاي اللج وبالتالي في عندي أنا إكسنتريسيتي إكسنتريسيتي حول هذا المحور فمعنى هذا الكلام إنه رح يظهر عندي أثر الإكسنتريسيتي واللي رح تزود لي قابلية هذا الأل سكشن توبكل تمام إنه يعمل لي باكلينج وهي المشكلة الأساسية أصلا في الأعمدة إنه يصير عندنا باكلينج فبالتالي هون المشكلة الأساسية اللي ظهرت إنك يوم توصل الأل سكشن من سنجل لج أو من ون لج رح يصير عندك باكلينج وهذا الباكلينج فهي هاي مقطة الجوهرية فعليا في موضوع اللي اللي طيب وبالتالي هاي كيف تتعامل معها أي وهون الـ AI اس مانيول هو اللي بتدخل وهو بيحكي لك كيف تتعامل معها تمام طيب بحيث بيحكي لك كون الحالة الثانية هي الأكثر شيوعا إنه آجي أحط اللي سكشن جوه ترسيس وأوصله من ولك فقط قل لك أي وبنان على هذا الكلام زي ما حكينا قبل شوي إنه الإكسنتريسيتي فعليا هو أنه راح تزود قابلية هذا السكشن إنه يصير له باكلينج وبناء على هذا الكلام كونه بتزيد قابليته لاحظ أنا بحكي قابليته وبالتالي أنا كأني قاعد أشير إلى مفهوم السلندرنس ريشو الذي يعبر عن قابلية أي سكشن إنه يصير له باكلينج ومعنى هذا الكلام موجود الإكسنتريسيتي راح يزود لك قابليته إنه يصير إلو باكلينج وهاي عدناها مليون مرة وبالتالي يزود لك إيش السلندرنس ريشو إذن هاي النقطة الأساسية اللي بيصل لها إنه فعليا راح يزيد عند قيمة الكيل أوفر آر طبعا الكيل أوفر آر إحنا بنعرفها الكيل هي عبارة عن إفكتيف لينجث على الار اللي هي الريديوس أوف جيريشن بس هاي قديش راح تزيد هي هون الإشكال فعليا عندك شو القيم اللي راح تزيدها أيوه هو نتكفل بالموضوع طبعا من الإي آي أسي مانيول راح بعمله مجموعة من التست ومجموعة من التجارب تطلعون المعادلات اللي راح نشوفه كمان شوي فإذن الكيل أوفر آر عندي راح تزيد طيب قديش راح تزيد الإي آي أسي مانيول هسا راح تحكينا قديش راح تزيد ولكن في عند المجموعة من الافتراضات عشان والله هي تطبق على معادلات الإي آي أسي مانيول بحيث أنه بحكي لك من الشرط الأساسي أنك عشان تطبق على هاي المعادلات لازم يكون موصل بإيش بوان لك وإحنا صعنا ساعة بنحكي أنه لازم إيش يكون موصل بوان لك وهي الحال الأكثر شيوعا طيب أيضا مش بس أنه يكون موصل بوان لك وإنما الوان لك هاي يكون موصل بنفسها على الجهتين يعني إذا موصل على جهة من الشورت لك الجهة الثانية لازم تكون الشورت لك وإذا أنه الجهة الأولى كان التوصيل عليها من اللونج لك لازم الجهة الثانية شو تكون من اللونج لك فبالتالي لازم التوليكز يكونوا the same على الجهتين فأي نقطة مهمة جدا أيوة أن التوليكز يكونوا the same وأيضا نحن موصلينه من وان لك أيضا أن يكون على المنبر بقول لك ألا يكون على المنبر أي أحمال جانبية أيضا ويصير إسمه كولم رح يصير إلو اسم ثاني تمام وبالتالي إحنا ما طرقنا لهاي الحالة فبالتالي ما في عندي ترانس فيرس لودز على هذا الالسكشن وهذا الالسكشن أصلا محطوه جوه ترس وإحنا بنعرف أنه الترس هي عبارة عن توفورس منبر يا ما بتشيريات انشية كومبرشن وإحنا بنحكي عن حالة الكومبرشن اللي بكون فيها الالسكشن موصل من ون لك وتكون نفسها على الجهتين يعني على الجهة الأولى شورت على الجهة الثانية شورت أو على الجهة الأولى لونج وعلى الجهة الثانية من اللونج لك تمام فإذن هاي هي اللغة الأساسية طيب وبناء على هذا الكلام إجاهك الايه السيماني والآن بيعطيك المعادلات قلك أنا عشان أسهل لحالي وعطيك المعادلات رح أفترض الافتراضة رح أفترض افترض بسيط شو هذا الافتراض رح أفترض أنه إحنا غالبا أيوة نقوم بتوصيل الالسكشن من اللق الطويلة تمام طيب اياها اللقه الطويلة هاي اللقه الطويلة صح اذا هاي اللقه الطويلة اللقه الطويلة فعليا لو ترجع للمانوال لحظ اللقه الطويلة من المحور العمودي عليها هو محور X صح وبالتالي هاي اللقه الطويلة تمام ايوه يوم ما بتتنضغط راح تعمل باكلنج صح هذا الباكلنج بقولك راح يكون حول المحور الاضعف طيب المحور الاضعف مين يعني هذا طويل هيك بهذا الشكل تمام فبالتالي هذا رح يصيره باكلم حول المحور الأضعف المحور الأضعف في هاي الحالة هو محور X هو المحور العامودي على مين هو المحور العامودي على المساحة أو على الليج الموصلة الموجودة عندي تمام فهو افترض اللونج لج هي اللي رح تتوصل أي وفي أغلب الحالات وطبعا هسا رح نيجي لو الشورت لج توصلت شو بصير بس خلينا هسا حاليا مركزين انه اللونج لج هي اللي رح تتوصل في أغلب الحالات وبالتالي المحور العامودي عليها هو محور X وبناء على هذا الكلام فإن محور X رح يكون في هذه الحالة يوم يكون التوصيل من وهي المحور X رح يكون هو المحور الأضعف وهو المحور القابل أن يصير حواليه أيوة إذن حلو الموضوع فبالتالي احنا عرفنا شو المحور الضعيف اللي راح نستخدم ونستند عليه واللي راح نروح نطلع الكيلة أوفر آر بناء عليه طيب فإذا النقطة حلوة جدا أنه أنا راح أفترض اللونغ لغ هي اللي راح تتوصل وبالتالي الباكلينج عندنا راح يصير يعني انحناء بهذا الشكل تمام أيوة انحناء بهذا الشكل حول محور X وبالتالي محور X هو المحور الأضعف بناء على المنقول اللي قال لنا يهمين طيب ممتاز نرجع الآن للمعادلات طيب هس السؤال اللي طرحنا لو كان موصول من الشورت لغ هل يعني المعادلات لا تنطبق لا حكالك ما فيها أي اشكالية لو كان التوصيل من الشورت لغ فعليا المحور العامودي عندنا راح يكون هو محور Y على Dang تمام وبالتالي محور Y هو الأضعف بدي يصير عندنا وبالتالي راح يصير الكوب لغ حول محور Y طيب كيف بدي أطلعodo NLF في هاي الحالي قال لك بكل بساطة احنا راح نظن مفترضين أيوة انه اللونغ لغ هي اللي راح يصير عليها ايش او اللونغ لغ هيرا راح تكون موصلة ولكن لو اللونغ لغ تم توصيلها يعني لو تم توصيل الشورت لغ بدلا من اللونغ لغ قيمة القない العامودي للقائية اللي مطلعينها بناء على توصيل اللونغ لغ رح نزيدها بمقدار معين يعني فعلياً لو تم التوصيل من خلال الشورت لك فعلياً قل لك رح تزيد فرح تزيد بقيمة معينة هاي القيمة رح يزبود لك طب تعال عشان نفهم هاي المعلومات على القوانين نشوفوا كيف صنفهم فعلياً هل صنفهم زي ما حكيت فعلياً هو صنفهم زي ما حكيت أول شي هو عمل حالتين حالتين لأنواع أول شي احنا ممكن نشتغيل على بلانر ترس اللي هو ترس جال بالتودي أي وأو ممكن نشتغيل على سبيسي ترس يعني ترس جاي ثري دي ترس أو بيسموه البوكس ترس طيب سواء اشتغلت على سبيسي ترس ولا على البلانر ترس اللي اثنين نفس الحالة نفس الموضوع مع اختلاف بالأرقاء بسيء جداً طيب كيف تضلع كل أوفر آر في حالة البلانر ترس زي ما قلنا هو مفترض إنه التوصيل عندك يكون مع اللونغ لك تمام إذا كان التوصيل مع اللونغ لك في حالة الأن إيكوال لك يعني الليكس تاعاتنا مش متساويات فبالتالي كان التوصيل مع اللونغ لك أو كانت الليكس عندنا تاعاتنا متساويات في هاي الحالة إذا كانت الليكس متساويات أو إيكوال لك والتوصيل مع اللونغ لك في هاي الحالة والله بتروح بتطبق على الحالتين هذو القوانين هاي عشان تطلع كيال أوفر آر بتروح بتطلع الأوفر آر إكس آر إكس اللي هي الريدس أوف جيريشن حوله إكس آكسس وهي بتروح بتطلعها من المانيول وعندما انقع ممتاز بالنسبة ال المنبر طيب لو كانت أقلة تصوير 80 راح أروح نطبق منها على هذه المعادلة وطلع كل الأ overall ولو كانت أكبر من 80 راح أروح أنطبق منها على هذه المعادلة لاحظ هنا في عندي أرقام هانا جمعتها زيادة صح هذه الأرقام الزيادة هي اللي بتعبر عن مين على tadi هي اللي بتعبر عن زيادة كل الأ overall بسببần طيب النقطة الثانية الآن جي ما أقولني لو كان عندنا لم يشتري لو كان عندنا شورتنيج شو راح اعمل؟ قل لك راح اجيب القانون اللي ty benefited من هون او القانون اللي طلعتهم من هون حسب الحال يتم وجود عندنا ايوه ورح اضيف عليها هاي القيمة تمام؟ اذا في حال كانت توصيل بشورت راح اضيف على القانون اللي انتم جايبه من هون او عاقين من كيل او ال chic من صرف اللي جايبها من اللونجلج راح اضيف عليها قيمة بحيث انه راح تزيد زي ما حكيينا قيمة الكيل NI الشورتليج بزويض لك بزود لك قابلية المنبر تمام طيب تمام ايوه فبالتالي هاي القيمة قيمتها اربعة بي ال على بي اس تربية نقص واحد شو هي البي ال هي عبارة عن اللونغ لك وبالنسبة للبي اس هي عبارة عن قديش طول الشورت لك وقديش طول اللونغ لك تقسمهم مع بعض ربحهم وطرحهم من واحد وضربوا باربعة تمام طيب تمام هاي القيمة فعليا رح تزودها وين على هاي الحالة او هاي الحالة ولكن بصير في عندنا شرط ثاني قلك بشرط ان قيمة اللي رح تطلحها في حالة الشورت لك لازم تكون على الاقل او اكبر او تساوي 0.95 في L على RZ وبالنسبة لRZ هاي موجودة في المانيول كمان تمام هاي بالمانيول بالصفحة الثانية بتلاقي عندك هون الـ XZ وبالتالي هنا بتلاقي عندك الـ RZ تمام فبالتالي يعني الموضوع بسيط اذا الموضوع في الحالة الثانية لو كان في عندنا شورت لك رح اضيف هاي القيمة ايوه بس اضيف هاي القيمة بده شيك انه قيمة الكي تكون اكبر او تساوي هاي القيمة لو كانت اقل منها رح اخذ هاي القيمة تمام فاذا تمام طيب ممتاز طب بالنسبة لحالة البوكس او نفس الموضوع ايوه اذا كانت توصيل في حالة او كان عندنا الحالة فبتيجي بتدخل مباشرة على القوانين هذول تمام ايوه بس بتقارن المرة هاي مع 75 مش مع 80 يعني هون كانت مقارن مع 80 هون بتقارن مع 75 طيب ممتاز وهون عندك شوية ارقام رح تختلف يعني هون النسبة صارت بوينت ثمانين هون عندنا 45 زياد ال وفر ار اكس وهنا عندنا 60 زياد بوينت ثمانية في ال اوفر ار اكس طيب ممتاز قال لك طبعا هون نلاحظ هاي القيمة لازل تكون اقل تساوي ميتين وهاي نقطة مهمة انو قيمة تركيها الوفر ار احنا الماكس ما عندنا هي ميتين تمام فانلاحظ انه رد اكد لك عليها هون طيب لو كانت توصيل مع الشورت لك برضو رح نضيف قيمة بنفس ما بنفس الالية اللي ضفنا عليها اللي ضفناها في حارة بس هون ضفنا قديش اربع يوفي البي ال على بي اس تربيع ناقص واحد هنا رح نضيف ستة في البي لونج على البي شورت ايوة تربيع ناقص واحد وبشرط ان تكون قيمة الكيها الوفر ار اكبر او تساوي بوينت ثمانية اثنين في ال على ارزت هاي النقطة المهمة الان انت لو قدرت تطلع كيها الوفر ار بناء على هاي الكيسيز خلاص تقدر تروح تطلع الاف اي اللي هي عبارة عن اللي هو عبارة عن بي تربيع في ال اي على كيها الوفر ار تربيع وبعدين تقدر تروح تطلع الاف سي ار بناء على القوانين الموجود عندنا وتقدر هيك بناء على هذا الكلاب نطلع الاف اي سي بي ان بتساوي بوينت ثا في الف سي ار في الاري اغروس او قيمة الفاي سي ار مباشرة وتقدر تطلعها من تيبل اربعة اثنين وعشرين عن طريق يعني التطبيق المباشر على اه هذا التيبل تمام ايوة بدون ما تروح تطلع على القوانين يعني زي ما بدك حسب يعني المتوفر في الامتحان وحسب المتوفر معك بالسؤال طب نيجي واخدش ويت اكزامبلز على هذا الموضوع بحكي لك الاكزامبل الاول لعشرة فيت لونج اي ستة وثلاثين انجل اذا هذا انجل الحديد تاعه اي ستة وثلاثين فبالتالي الاف واي عندنا هي ستة وثلاثين كي اس اي تمام طيب تمام قديش لونج تاعه عشرة فيت طيب هاي العشرة اضربها باثناش فبتصير عندنا مئة وعشرين فيت بثلاثة على اربعة طيب ممتاز هذا الانجل انجل بحتاج بناء انا على الحل الخطوات الموجودة عندنا راح تاجأ ايريا قرص اخر они��ه هون راح تاجد ايش لار اكس فانا من الجدول لازم اروح اجيب لار اكس مباشرة طيب ممتاز فبالتالي هون انا محتاج ار اكس من هذا الجدول محتاج ايريا قرص طيب جدول الثمانية بثلاثة على اربعة تاع نيجي نشوف هون عندنا اربعة فنطلع شوية ثمانية بثمانية بثراثة على اربع راح نلاقيه فوق هاي ثمانية بثمانية بثراثة على اربع فبالتالي ون قيمة الطب عدل هي احنا من اللحناMOFF نقوم بآربعة اربعة التي هي اربعة اهي اثنين فاصل اربعة ستي. وهي أريا عندنا قيمةها احدى عشر فاصل اربع فعندنا ا Cannes 11.4 تمام واثنين فاصل اربعة ستي طبعا انا تعالي اجي نحل السؤال طبعا يجي بكملك With simple end connection يعني الكية تساوي واحد يعني لكيف الأل بتساوي عشرة بثنو عشر اللي هي يعني مية وعشرين تمام طيب لاحظ وين يستخدم في بلانر ترس فأي حال بدي أخذ البلانر ولا البوكس رح أخذ البلانر تمام فرح أخذ الحال الأولى تاعت البلانر ترس طيب ممتاز They say, the other web members meeting At the ends Of this member Are connected On the same side of the guest قاعد بيحكيلك إن الطرف الثاني كمان موصل بنفس الليج يعني الليج يعني هنا الليج الموصلة يعني طبعا هنا one leg احنا مووصلين طبعا لا لك إشترك بينما لك جهة ثانية يعني لكравة Universal الargent잖아 SPEAKER with two legs عندنا ا abst recommendations ففبالتالي هولا 8 يعني عن الج ال Ley level 8 تمام فما في عندي أي مشكلة طبعا إذا equal legs معاملة the equal legs نفس معاملة شيته قاناك موصلة على among legs تمام لانه هنا ما في عندك the long or short website فبالتالي عشان اجي والله اشتغل على هذا الموضوع عندنا بلانر ترس ايوة وعندنا ايكوال لكس فبالتالي بس رح اشتغل على هاي القوانين اطلع قيمة كيل اوفر ار بنان على هاي القوانين فقط لا اكثر ما رح ادخل في موضوع الشورت لك تمام قرص انا بس مكتفي بهاي القوانين طيب ممتاز فرح اجي اروح اطلع ال اوفر ار اكس طيب الال عندنا اللي هي عشرة فاثناعش طيب على اللي هي عبارة عن اثنين فاصل اربعة ستيه فكذاش هال القيامة بتطلع عندنا هال القيمة رح تطلع ثمانة واربعين فاصل سبع ثمانية تمام فبالتالي ثمانة واربعين فاصل سبع ثمانية اذن هي اقل من ثمانية حسب المقارنة هون هي اقل من ثمانية فبالتالي رح اخذ هذا القانون اللي هو symptoms 72 زي 0.75 إذان 90 تساوي 72 زي 0 میٰiy essay burst في المل where the rate اللي هي عبارة عن in all denen فاسبعة ثمانية. هاي اللي طلعناه هون. تمام? زي ما هم عوضوهم. فبالتالي تعالي اجي نطلع على القيمة. اثنان وسبعين زيب بوينت سبعة خمسة ضرب ثمانة واربعين فاسبعة ثمانية. وبالتالي هاي القيمة عندنا تطلع مية وثمانية. لاحظون ما اعلاها صارت. نتيجة وجود تمام? طيب مية وثمانية فاصلة خمسة تسعة تقريبا. طيب هاي بالنسبة الان روح تطلع على قيمة اللي هي عبارة عن باي تربيع في التسعة واشرين الف اللي هي الاي على تربيع اللي هي مية وثمانية فاصلة خمسة تسعة تربيع. فبالتالي هاي القيمة عندنا بتطلع اذا هون عندنا باي تربيع ضرب تسعة وشرين الف. اذا هون ضرب تسعة وشرين الف على مية وثمانية فاصلة خمسة تسعة. طيب تربيع. فبالتالي هاي القيمة عندنا بتطلع اربع وشرين. اذا هاي بتطلع اربع وشرين فاصل اثنين سبعة. ومن هنا بروح بجيب اف واي على اف اي اللي هي عبارة عن ستة وثلاثين ايبا 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 ا ثلاثة ستة خمسة ثمانية قوة واحد فاسة اربعة ثمانية ثلاثة وهذا رحكي كلها يتو الضرب ثلاثة ستة فيطلع معنا الجواب تسعة عشر فاسة ثلاثة خمسة لاحظ قيمة الف سيار ما اقلها هي واني فعليا هي قليلة كثير مقارنة بالاف واي اللي كان بتساوي ستة وثلاثين فبالتالي مقارنة رح تطلع ضعيفة طيب الفاي سي بي ان عندنا بتساوي بوينت تسعة ضرب تسعة عشر فاسة ثلاثة خمسة ضرب الاريا قروس للي بتساوي عندنا ادعاش فاسة اربعة تمام impacto نضربه بعد ادعاش فاسة عشر فازة تسعة ، و quando يطلع معنا الجواب مية ثمانøre وثمانة وثمانتسين فاسة فتقريبا milestone باونج 256 كيلوبونج طيب ممتاز نيجي الان لا إكزامبيل اخر وهذا إكزامبيل لديش انه العشر مش موجود بالكتاب طيب بحيث يعني نطبق على الحالات الأخرى بيحكي لك والله عندنا الشكشن 28 باستة بنص تقني اوصي geschورت لك اذا هو موصل مع موا headquarters اياها الي هي الستة. تمام? طيب تمام. انا بوكس اترس. اذا وين احنا نشتغل? على البوكس اترس. يعني على الاسبيس اترس صح? اللي هي على الحال الثاني. هاي. اللي هي حالة البوكس اترس. هي اللي راح نشتغل عليها. طيب ممتاز. وين التوصيل? التوصيل على الشورت لك. فبالتالي انت لازم نتطلع القيمة من هون او من هون. وبعدين تجي تضيفلها هاي القيمة وتشيك على هاي القيمة. تمام? طيب تمام? فلاحظ هنا خطوات الكية لأوفر ار زادوا. طيب عندنا رقيمة وي قالك ستة وثلاثين. الطول عندنا عشرة فيت. احسب للفاي سي بي ان. طيب الطول عشرة فيت. فلازم انا اقول لك عشرة في ثناش على ار اكس. انا محتاج ار اكس واريا جروس. تمام? محتاج ار اكس واريا جروس بالنسبة لالثمانية بستة بنص. طيب وين الالثمانية بستة بنص? هاي ثمانية بستة فنص لي ايايه موجوده هون. عندنا الائر коммент reals. هاي قيمتها ست وخمسة سبعين. والار اكس هايها لي ستنين فاصل خمسة وخمسة تمام? فعندنا هنا ستة فاصل خمسة سبعين. انا ما اتخطي دزل. ستة فاصل خمسة سبعين. طيب وبيناء على هذا الكلام تعالي جا نطلع عشرة في اتناش اللي هي مية وعشرين على الار اكس اللي هي ثنين فاصل خمسة خمسة. هاي القيمة جداش تطلع عندنا. articles تقسم في اثنين فاصل خمسة خمسة يطلبنا الجواب بقيمة سبعة وعبعين فاصل او ستة سبعة وعبين فاصل او ستة طيب ممتاز الآن خلينا نجي نروح نطلع الكي ال اوبر ار بناء على سبعة وعبين فاصل او ستة هي اقل من خمس وسبعين صح طيب وبالتالي روح استخدم هذا القانون وما بدي انسه اني ازيد له هاي الفاليو لانه التوصيل عندنا على شورت لك فبالتالي عندنا ستين زي بوين ثمانية في ال على ار اكس اذا عندنا كي ال اوبر راح اخذ القانون الاول ستين فاذا هاي بس اقل من خمس وسبعين ستين زي بوين ثمانية في ال اوبر ار اكس اللي هي يبارة عن مية وعشرين او اللي هي يبارة عن سبعة واربين فاصل او ستة تمام مباشرة هاي ستين زائد بوين ثمانية ضرب سبعة واربعين فاصل او ستة فيطلع الجواب عندنا بقيمة سبعة وتسعين اذا هاي سبعة وتسعين فاصل اربعة ايو او ستة اربعة ستة اربعة ثمانين. طيب هاي القيمة راح اضيف عليها قيمة او القيمة الاضافية اللي بتضيف ليها شورت لج. زي ما قلنا شورت لج راح تيجي تضيف لك يلي هي ستة في الفي better تربيع ناقص واحد. طيب صحيح هذا الكلام. فبالتالي عندنا راح تيجي اضيف ستة تربيع ناقص واحد. فبالتالي هاي القيمة اللي بدك اضيفها. طيب ستة تربيع او ثمانية ستة كل تربيع ناقص واحد. طيب القيمة عندنا بتصفى مية واثنين. اذا القيمة عندنا بتوصل ل مية واثنين فاصل ثلاثة واحد. تعال نجي نروح نطلع المينموم فاليو. لا يلقيمة. قال لك الكيل اوبر ارد لازم تكون على الاقل بوينت ثمانية اثنين في اوبر ارزت. طيب ممتاز. فعندنا هنا بوينت لازم هي تكون اكبر او تساوي بوينت ثمانية اثنين في اوبر ارزت. طيب بالنسبة لالاله هي عبارة عن مية وعشرين. عشرة في اثناش. تمام? طيب بالنسبة لارزت. اذا ترجع للتيبل وتطلحها. ارزت لا آآ الثمانية بستة بنص. طيب الثمانية بستة بنص يوهاد. قيمة الارزت له له اخر موجود عندنا لهي واحد فاصل ثلاث. تمام? طيب تمام. فبالتالي هاي عندنا قيمتها واحد فاصل ثلاث. كداش هاي بتطلع بوينت ثمانية اثنين ضرب مية وعشرين تقسيم واحد فاصل ثلاث. هاي القيمة عندنا رح تطلع معانا بقيمة خمس سبعين فاصل سبعة. تمام? خمس سبين فاصل سبعة. لاحظ هاي اكبر من هاي. فبالتالي انت رح تاخذ هاي. طيب لو هاي طلعت اكبر. لو هاي العكس يعني طلعت هاي الاكبر. رح اخذ هاي. فبالتالي انا رح اخذ الكبيرة بيناتهم. يوم اقارن يوم اشتغل حالة في عندي قيمة تمام? للكيل اوفر ار. انا نحن نحن ناخذ هاي القيمة ونروح نطلع بناء عليها easy. التربيع في 29 الف على اللي هي مائة واثنين فاصل ثلاثة واحد تربيع فاذا عندنا تربيع ضرب تسعة واثنين الف على المية واثنين فاصل ثلاثة واحد كله تربيع. طيب ممتاز. فهية القيمة عندنا بتصفي 27 تربيع ومنها بدي اجي اقول اف سي فاصة ثلاثة اربعة. هذا الحكي راح يطلع اقل من اثنين وربع. فبالتالي راح تضل عليه الف سي ار اللي بتساوي ستة خمسة ثمانية قوة ستت وثلاثين على سبع واشرين فاصة ثلاثة اربعة هذا الحكي كلها تضرب ست وثلاثين. تمام? اللي هو ضرب الافوال. فقوا ست وثلاثين على سبع وشرين فاصة ثلاثة اربعة. وكل ét الحكي ضرب ست وتلاثين. فا حسب التنعةように كالكوليتر راح تطلب معها عشرين فاسة سبعة خمسة. هيا تطلب عشرين فاسة سبعة خمسة. اخيرا الان يجي نحسب تمام? فتعالا نجي نحسبها هون. بس القانون تطبيق مباشر. اضرب لي بوينت تسعة في عشرين فاسة سبعة خمسة. كل هذا يعني ضرب الموجودة عندنا لها ستة فاسة خمس سبعين. اذا فهي كهذا الحكي لو ضربنا بستة فاسة خمس سبعين ضرب بوينت تسعة. اطلب معنا الجواب بخيمية مية ستة وعشرين. طبعا نتأكده من العرقام الوطلات ماني بالكيلو باون وله هنا فعليا من يكون انهينا موضوع السنجل انجل اي هو كومبريشن منبر اللي هو عبارة عن موضوع بسيط يعني موضوع ما في ديزاين بس روح طلع للفاي سي بي ان لسنجل انجل موصل من وان لك طب لو كان موصل من التوليكس في هاي الحالي بعاملوا معاملة الكومبريشن منبر السابقة تمام ما باجي بعاملوا بناء على هاي القوانين لان في هذيك الحالة ما رح يكون في عندي بينما لو كان موصل من وان لك زي حالات اللي ترسز اللي شفناها ففعليا هون انت بتكتيج تتعاملوا بناءا على القوانين اللي اعطاك اياها الاي اي اي اس سي مانيول في سكشن ايو فايف تمام واللي همه كانوا يعني بناءا عن مجموعة من الحالات اخذوا بعين الاعتبار اه لو كان في عندنا اكسنتريسي اه قديش رح تزيد عندنا الكيل اوفر ار اخذوا بعين الاعتبار انه التوصيل غالبا رح يكون مع او اذا كان اي كول لك فما في عندي اي مشكلة بس اذا كان عندي معنى هذا الكلام رح تزيد قيمة الكيل اوفر ار اللي طلعناها في حالة تمام ايوه وهاي الزيادة ايوه لازم يعني نشيك عليها بانه يكون في عندنا مينما مفاليو للكيل اوفر ار زي ما شفنا في الحالات السابقة والاهم نكون ان هنا موضوع السنجل انجل وهذا الموضوع للملاحظة انه هو عبارة عن موضوع منفصل شوي يعني لحاله تمام فسؤال السنجل انجل يعني بيجي لحاله سؤال لحاله لو بده يجعلي سؤال وبالنسبة للمواضيع اللي ظلطي وهي الوكال باكنينج والتورشينل اه فيلر تمام هم اهم المواضيع في هذا الشابتر لانه هم المربوطين مع الاناليسيز الخاصة بالفلكتر الباكنينج يعني احنا شفنا الفلكتر الباكنينج لحد الان وفهمنا كل التفاصيل عنه وعرفنا كيف نشيك عليه وشيكنا عليه بكثير يعني اسئلة تمام ان شاء الله ما تبقى علينا هو موضوع اللوكال باكنينج نعرف شو تأثير اللوكال باكنينج اذا كان موجود ايوى وايضا نعرف كمان في المحاضرات القادمة اه التورشينل فيلر كيف ممكن يصير وقديش في حالة التورشينل فيلر كيف ممكن انطلحها وبس لهم بتكون تحت محاضرة اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوتهم في امان الله